موسيقى أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء طلب مجلس السلم والأمن الأفريقي بإنشاء منطقة منزوعة وفق ما نصت عليه مبادرة إيجاد لوقف إطلاق النار في السودان بيان عن المجلس أوضح أن الإجراء يتضمن تجريد الخرطوم من السلاح فورا ووقفا غير مشروط للأعمال العدائية مجلس السلم والأمن الأفريقي أبدى تأييده لخطة إيجاد بشأن النزاع في السودان وأثنى على الجهود التي تبدلها المنظمة في هذا الاتجاه هذا وتجدد القتال بالأسلحات الثقيلة في العاصمة السودانية الخرطوم الاثنين بعد ساعات على إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مقر قوات الاحتياط المركز بالخرطوم وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بسماع دوير انفجارات متقطعة جنوبي مدينة أمدرمان بالتزامن مع سماع أصوات أسلحات ثقيلة غربي المدينة المصادر ذاتها ذكرت أن الجيش السوداني قصف تجمعات قواعد الدعم السريع في محيط مقر شرطة الاحتياط المركزي جنوبي الخرطوم استقبل الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن الاثنين بقصر الحكومة الأمين العام لمنظمة الأقدار العربية المصادرة للبترول جمال عيسى اللغاني الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر وحسب ما أورده بيان للوزارة الأولى الجزائرية فقد شكلت المحادثات فرصة للإشادة بعلاقات التعاون والتنسيق بين الجزائر ومنظمة الأقدار العربية المسادرة للبترول وتطرق إلى سبول تعزيز النشاطات المنظمة ودورها في مجال الطاقة ومواكبة التطورات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي ووفق المصدر ذاته فقد جرى اللقاء بحضور وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب طلبت الجزائر رسمياً الانضمام إلى بنك التنمية الجديد أحد الأدرع المالية الرئيسة لمجموعة بريكس وأجرى وزير المالي الجزائري العزيز فايد محادثات مع رئيسة بنك التنمية الجديد دلم روسيف على هامش أشغال القمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد المنعقدة ببريس يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر جوان الجري وتناول عبرها الطرفان طلب انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية متعددة الأطراف بيان عن وزارة المالية الجزائرية أوضح أن الطلب الجزائري لقي استحساناً كبيراً من طرف رئيسة المؤسسة وأفراد مجلس إدارتها هذا وتأسس بنك التنمية الجديد عام 2015 من طرف مجموعة بريكس برأس مال أولي يقدر بمائة مليار دولار ويهدف إلى المساهمة في النمو والتنمية العالميين وذلك من خلال تلبية احتياجات وتطلعات الدول النامية كشف الجيش الموريطاني عن تفاصيل حجز كمية معتبرة من المخدرات بالسواحل الموريطانية وأوضح الجيش في بيان له أنه بناء على معلومات استخباراتية ثمكنت البحرية الموريطانية من اعتراض وحجز سفينة تحمل أزيد من 1200 كيلو جرام من الكوكاين كما أشار البيان إلى أن العملية تمت بتنسيق تام مع مصالح الجمارك ابتداء من الثامن عشر جوان الجري بأقصى الجهة الشمالية الغربية من المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بعد أيام من الرصد والمتابعة الجيش الموريطاني أكد أنه سلم طقم السفينة وحمولتها للدرك الوطني لبدء التحقيق في العملية التي وصفها بالنوعية والتي تؤكد يقضته وجاهزيته لحماية الحوزة الترابية ختام الموجز نلتقي على رأس الساعة اشتركوا في القناة